بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن عشبة مهمة وهي البربرين في البداية لا بد من توضيح أن منتج البربرين هو مكمل غذاء طبيعي وفعال غير أنه ليس بدواء ولا يهدف إلى علاج أي مرض قبل كل شيء ما هو البربرين؟ وفقط للتنويه يطلق لفظ البربرين أيضا على سلالة خرفان تتواجد أساسا على الحدود بين تونس والجزائر في العرق الشرقي الكبير وادي الصوف طبعا فيه فرق بين العشبة وبين هاي الخرفان تابعوا معنا الفيديو بعد الفاصل البربرين هو مركب حيوي يمكن استخداصه من عدة نباتات مختلفة بما في ذلك مجموعة من الشجيرات تسمى البربريس وهو ينتمي إلى فئة من المركبات شبه قلوية لها لون أصفر وكثيرا ما تستخدم كنوع من الأصباق وللبربرين تاريخ طويل من استخدامه في الطب الصيني التقليدي حيث كان يستخدم لعلاج الأمراض المختلفة لقد اشتهرت طب التقليدي الصيني والطب الهندي باستخدام المواد النباتية في العلاج وأحد أهم تلك المواد هي البربرين ويزعم البعض أنه قد بدأ مؤخرا الطب الغربي ملاحظة أهمية البربرين وأن دراسات علمية حديثة أكدت ما وصل عليه القدماء منذ آلاف السنين عن فوائد هذه المادة وأن لها تركيبة قوية تساعد في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتحسين وظائف عدة أجهزة بالجسم وحتى مقاومة بعض أنواع السرطان والاكتئاب ولحسن الحظ فأن البربرين متوفر اليوم في صورة مكملات غذائية ومجرد تناول بضعة أقراص منه يوميا قد يحدث تغيرا ملحوظا في حالتك الصحية العامة يقال أن العديد من الدراسات تظهر أن البربرين يمكن أن يقلل بشكل ملحوظ من مستويات السكر في الدم لدى الأفراد المصابين بداء السكري من النوع الثاني فقد ثبت حسب زعمهم أنه يعمل من خلال طرق مختلفة متعددة فهو يقلل من مقاومة الأنسولين مما يخفض مستوى السكر في الدم عن طريق إفراز هرمون الأنسولين بطريقة أكثر فعالية ويزيد من تحلل الدهون مما يساعد الجسم على تفتيت السكريات داخل الخلايا ويساعد في انخفاض إنتاج السكر في الكبد ويبطئ من انهيار الكربوهيدرات في الأمعاء ويزيد من عدد البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية ويذكر أنه في إحدى الدراسات التي أجريت على 116 مريض مصاب بداء السكري فإن جرام واحد من البربرين يوميا يخفض مستوى سكر الدم بنسبة 20% كما يخفض الهيموغلوبين بنسبة 12% وكذلك يحسن نسبة الدهون في الدم مثل الكوليسترول الجيد والدهون الثلاثية ونؤكد هنا أنه يجب مراجعة الطبيب قبل الاستعمال لتحديد ما إذا كان استعماله آمنا مع الدواء وتحديد الجرعة المناسبة ومراقبة مستويات السكر في الدم قد يكون البربرين فعال أيضا كمكمل غذائي لتخفيف الوزن فكيف يساعد البربرين على فقدان الوزن؟ يقال أنه حتى الآن قامت دراستان باختبار آثار البربرين على وزن الجسم في إحدى الدراسات التي أجريت لمدة 12 أسبوع على الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة تسبب فيه فقدان حوالي 2 كيلو جرام ونصف في المتوسط من وزنهم كما خسر المشاركون في هذه الدراسة 3.6% من الدهون في الجسم كما أجريت دراسة أخرى على 37 رجل وامرأة يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي وهي ما تسمى باسم متلازمة الأيض وهي مزيج من الإضطرابات الصحية التي تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة كما وأنها تزيد من خطورة الإصابة بأمراض القلب والشرايين وذاء السكري استمرت هذه الدراسة لمدة 3 أشهر وتناول المشاركون 300 ميلي جرام من البربرين 3 مرات في اليوم ولوحظ انخفاض مؤشر مستويات كتلة الجسم لدى المشاركين كما فقدوا الدهون في البطن وتحسنت العديد من علامات الصحة ويعتقد الباحثون أن فقدان الوزن ينتج عن تحسن وظيفة الهرمونات والبربرين يبدو أيضا أنه يمنع نمو الخلايا الدهنية على المستوى الجزائي ومع ذلك هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الأبحاث حول تأثير فقدان الوزن من البربرين أيضا البربرين يخفض الكروسترول وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب كما ويذكر أن البربرين يرفع الكروسترول الجيد ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل أيضا يعزز فعالية المضادات الحيوية إلا أنه يجب أن لا يؤخذ كبديل للمضادات الحيوية التقليدية عند حلوث التهابات وعلى كل حال إذا كنت تخطط لتناول البربرين مع المضادات الحيوية فاحرص على مناقشة هذا الأمر مع طبيبك للتأكد من عدم وجود أي تفاعلات سلبية بين المادتين يعني بين الدواء والبربرين وللبربرين أيضا العديد من الفوائد الصحية الأخرى فقد يكون له فوائد للكبد الدهني فقد ثبت أن البربرين عندما يضاف إلى نظام غذاء صحي فإنه مفيد في تعزيز صحة الكبد وإفراز الصفراء مما يعمل على تفتيت الدهون إلى أحماض ضهنية يمكن أن يستخدمها الجسم كما أنه يحتوي على مضادات الأكسد القوية ويحمي الرئة ويقيها من السرطان إذ أن البربرين يمكن أن يساعد في الحفاظ على سلامة وظائف الرئة ووقايتها من السرطان وإذا كنت مدخنا فأنت حقا بحاجة إلى جرعة من مضادات الأكسد بما في ذلك مكملات البربرين لمحاربة التهاب الرئة حيث يمكن أن يؤدي الالتهاب الناجم عن التدخين إلى مشاكل تنفسية خطيرة وقد تصل إلى أمراض يصعب علاجها مثل السرطان أيضا له فوائد صحية للنساء يقال أن البربرين يمكن أن يكون له فوائد عديدة للنساء التي يعانين من متلازم التكيّس المبايد وكذلك تحسين الخصوبة كذلك ورد ذكر أن تناول البربرين والصوية يمكن أن يقلل من أعراض انقطاع الطمف وأخيرا يؤثر البربرين على الشيخوخة فهو يحسن من القدرة على التعلم والذاكرة لا يعد مركب البربرين معززا للصحة الجسدية فحسب لكنه يتمتع بالعديد من الخصائص نفسها التي تعمل أيضا على العقل وقد ثبت أنها تساعد في تحسين الذاكرة والتعلم المكاني والأداء الإدراكي العام ويذكر أيضا أن البربرين يمكن أن يساعد في تعزيز الصحة العقلية المثالية مع تقدمنا في السن كذلك قد يساهم استهلاك البربرين أيضا في زيادة مستويات المواد الكيميائية في الدماغ مثل الدمامين والسيروتونين وكلها ضرورية لعمل الدماغ السليم والحفاظ على مزاج إيجابي ومع ذلك فإن هذه الدراسات أو الأبحاث جديدة نسبيا ويرى الباحثون أن المزيد من التقييم ضروري لفهم الدور الذي يمكن أن يلعبه البربرين في الصحة العقلية ما مقدار الجرعة والآثار الجانبية كما رأينا يمكن أن يكون البربرين مسؤولا عن مجموعة كاملة من الفوائد الصحية المختلفة ومع الفوائد الكبيرة للبربرين إلا أن عليك الحرص في تناوله فجرعات عالية للغاية منه يمكن أن تسبب ضائقة في الجهاز الهضمي لذلك من الأفضل توزيع الجرعة على مدار اليوم وخاصة أن البربرين يبقى في الجسم لعدة ساعات لذلك من الضروري توزيع الجرعة إلى عدة مرات في اليوم للوصول إلى مستويات الدم المستقرة ومن الطرق السهلة للتأكد من أنك تتناول الجرعة الصحيحة هي اتباع الإرشادات المكتوبة على الملصة إذا كان لديك حالة طبية أو كنت تتناول أي أدوية فمن المستحسن أن تتحدث مع طبيبك قبل تناولها وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت تأخذ حاليا أدوية خفض نسبة السكر في الدم وكنصائح عامة هناك قواعد معينة يجب اتباعها عند استخدام بربرين أو أي مكملات أخرى ابحث دائما عن تلك التي تدعمها دراسات متعددة على البشر ليس فقط دراسة واحدة وليس مجرد أدلة غير مؤكدة أو دراسات على الحيوانات مثل الأرانب والفئران والجردان وما شابه وبشكل عام البربرين آمن على الرغم أن الآثار الجانبية التالية قد لوحظت خاصة عند استخدامها بكميات غير صحيحة قد يسبب البربرين الإمساك عندما تكون الجرعة عالية جدا وأيضا قد يسبب الإسهال إذا تم تناول البربرين قبل الطعام يمكن أن يسبب البربرين أيضا عدم راحة معتدلة في البطن كالغثيان والانتفاخ إذا تم أخذه على معدة فارغة لذلك ينصح بتناول البربرين مع وجبات الطعام ولكن من الأفضل بل ويجب عند استخدام أي نوع من المكملات الغذائية إخبار الطبيب المعالج حبيبنا هذا هو الموضوع موضوع البربرين طبعا حكينا عن عشبة البربرين وما حكينا عن خرفان البربرين فشو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع للإستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد دائما اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته